صراحة تشكيله زوانا تشكيله قاعد المغاربة بغينا ولكن كان وليد شتيره للصراحة كل شيء أغلبية دي المغاربة ما بغينوش وخوزنا مكان عب زوانا ولكن في آخر ماتش كيف ما نعرف كاملين خطاء ورقة حمراء لذلك تشي واحد ما غادي بغي لعب اللعابة اللي كانوا في المنديل وما اللي بغيناهم زياش وحكيمة قاعدوا كل اللعاب اللي كانوا في الموضي الصراحة من غير وليد بالنسبة لي نشكي نظم كبير الناس فيان راحيموا وبضربانهم خطم داروا يتشوجت في القائمة داروا وروا واجب الدراري اللي يجاب المدريب جداد غادي يحسنوا من الوضعيات دي المنتخب ان شاء الله الدراري حاليا جداد ما نعرفوهم ونحن بغينا نتفرجو بهم باش نعرفوهم باش نعرفو اللعب ديالهم والاعجبونا اللي تحجبنا يستعيل اللعب المنتخب في المونديال وانا ما دابا ما نقدرش نقول شي حاجة سنتفرج ونشوف ولكن فضلت شكيلة ديال المونديال هي اللي مزيانة هي اللي عجبتني انا مزيانة باش لعبين يغيروغاش يحاجف الهجوم شي موهاجم يكون مزيان صافي اما تشكيلة هي الليك مزيانة قول شي مزيان وقع اللعبان مزيانين خاصة ونحي كين نواقس ما يمكنش نقولك كينو كل شي كاملين المغاربة عندهم عندهم فرضيات عندهم مسائل اللي هي زايدة على شي وحدين اخرين ولكن اللي ما عندناش هنا وعنده في المغرب يبغوا هو وهو دك فاكلا نعمل تكميلة اللي عباد له لأن اللعبان مكيكملوش مع بعدياتهم سرتو ماتين حمد الله ما كان بريش يكون في السيليكسينة صراحة ما لايقش ماشي انقول لعد ولكن ماشي موفيد لسميتو اه متلا تعطينا في عسل الميدان تقريبا كلهم زيني كلهم جيدين تقريبا كلهم جيدين ديفونس كيف قداري نسبيا هنه و هنه ما في الوجوم اللي كنقولك له هو لا اذا كنته اه هو اللي ما كنش ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس